السلام عليكم امير قطر الشيخ تميم ينقلب على انفنتينو بعد تزوير بيان الفيفا ويؤكد لدينا الدليل الاصلي ويأمر ناصر الخليفي بالتحرك فورا من اجل تأهل الجزاء الرسميا والزهاب للمحكمة الرياضية شاهد ماذا حدث ولكن قبل ان نبدأ عطروا افواهكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام كشفت قناة البينسبورت القطرية الناطقة بالفرنسية بان هناك تحرقات قطرية من امير دولة قطر الشيخ تميم بشأن تزوير بيان الفيفا الذي اصدره رئيس لجنة التحكيم في الفيفا كولينا والذي استقال مؤخرا بسبب تزوير انفنتينو قراره بشأن ايدانة الحكم بكاري جاساما في سلاس قرارات متعمدة ومنها الهدف الاول للمنتخب الكاميروني وعدم احتساب رقلتية جزاء لصالح الجزائر ولم يلد بنداء حكم الفار الالمان مما اثر على تأهل الجزائر بشكل مباشر فقد اكد المصدر ان امير قطر مستاء جدا من رئيس الفيفا انفنتينو وامر ناصر الخليفي بالتحرك فورا والزهاب الى المحكمة الرياضية ومعه بيان كولينا الاصلي وتشكيل لجنة قانونية على اعلى مستوى تدافع عن حق الجزائر في هذه القضية لانها اصبحت قضية رأي عام عالمي واكد المصدر ايضا ان شهادة كولينا مع حكم الفار الالمان ستقلب كيان الفيفا رأسا على عقب وستشهد الفيفا تغييرا جزريا بسبب هذه القضية وان موقف انفنتينو حرج جدا في هذا الملف واكد المصدر ان ناصر الخليفي يجهز مفاجأة كبرى ستطيح بالكاميرون وستؤهل الجزائر الى كأس العالم وستطيح ايضا بانفنتينو من رئاسة الفيفا واكد المصدر ان قطر هي اكبر قطر يواجه انفنتينو في هذه القضية وستنتصر من اجل تأهول الجزائر وفي النهاية لو انت محب لتأهول منتخب الجزائري الى كأس العالم اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليسلكم جديدنا